بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي طالبات في زياء الطاقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل إلى وحدة جديدة تتحدث عن الطاقة النووية The Nuclear Energy وسنتحدث في هذه الوحدة عن الطاقة النووية هل هي طاقة متجددة أم غير متجددة ما هي أنواع الطاقة النووية كمية الطاقة الناتج عن التفاعلات النووية أيضا ما هي أخطار الطاقة النووية كيف يمكن حساب الطاقة النووية وكيف يمكن استخدام وتحويل الطاقة النووية إلى طاقات مفيدة بالنسبة لنا كبشرية الآن نسمع كثيرا عن الطاقة النووية وأن الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية أمريكيا وبعض الدول الأسيوية مثل روسيا وأوكرانيا وغيرها تستخدم الطاقة النووية بكثرة لماذا؟ لأن الطاقة النووية تولد كم هائل من الطاقة كم هائل جدا من الطاقة بتكلفة بسيطة جدا تكلفة بسيطة جدا هي فقط تكلفة بناء المفاعل النووي لكن بعد ذلك تكون التكلفة لإنتاج الطاقة هي عبارة عن تكلفة بسيطة جدا ويمكن استرداد تكلفة بناء المفاعلات النووية خلال فترة زمنية قصيرة أو خلال سنوات قصيرة الآن السؤال الذي سنبدأ به هل الطاقة النووية هي طاقة متجددة أم طاقة غير متجددة حقيقة هذا السؤال لا يمكن أن يجاب عنه بسهولة لأن الطاقة النووية أو بعض مصادر الطاقة النووية متوفرة بكثرة في الطبيعة بعضها غير متوفرة فلذلك الجنرال أمسار حسب المعايير التي نعتمدها هو لا الطاقة النووية غير متجددة ولنأخذ مثال على ذلك الطاقة النووية المستخدمة في الانشطارات النووية كما هو الحال في المفاعلات النووية على الأغلب نستخدم اليورانيوم 235 هذا اليورانيوم 235 متوفر في الطبيعة لكن لا يمكن إعادة تدويره إذا استهلكنا هذا اليورانيوم لا يمكن إعادة تدويره مرة أخرى ليورانيوم 235 وهذا اليورانيوم 235 متواجد في الطبيعة طبعا اليورانيوم اليورانيوم المتواجد بكثرة في الطبيعة هو عبارة عن يورانيوم 238 238 أو العدد الكتلي لهم 238 متواجد في الطبيعة ومتواجد في أماكن معينة بكثرة لكن هذا اليورانيوم لا يمكن استخدامه في الانشطارات النووية إنما الذي يمكن استخدامه 235 فلذلك الـ 235 هذا نادر الوجود داخل اليورانيوم 238 نسبته من اليورانيوم 238 تشكل 7 بالألف تقريبا فلذلك نحتاج إلى تكنولوجيا بتقنية عالية جدا وغير متاحة لكثير من الدول لتخصيب اليورانيوم أو لتنقية اليورانيوم 235 من اليورانيوم 238 هذه التقنية تسمى تقنية التخصيب وتمتلكها دول معدودة على الأصابع مثل روسيا مثل أمريكا مثل فرنسا وبعض الدول الأخرى لكن هذه الدول كما ذكرت هي معدودة على الأصابع ولا يسمح بامتلاك هذه التقنية لكثير من الدول الآن من وجهة نظر أخرى هناك نوع آخر من التفاعلات النووية وهي تفاعلات الاندماج النووي وتفاعلات الاندماج النووي تعتمد على أنوية خفيفة مثل الهايدروجين فندمج ذرتين هيدروجين لإنتاج ذرة هيليوم لإنتاج ذرة هيليوم الآن هذا الهايدروجين متوفر بكثرة في الطبيعة بكثرة في الطبيعة فمتوفر هو عبارة عن جزء من مركب الماء فالبحار والمحيطات فيها كمية هائلة من الماء التي تستطيع أن توفر لنا الهايدروجين فلذلك الذين اعتمدوا على مقولة أن الطاقة النووية هي طاقة متجددة يمكن اعتبروا على أن الهايدروجين عبارة عن مصدر تقريبا لا ينضب لا ينضب أبدا بسبب وجود المحيطات لكن الإجابة العامة للطاقة النووية هي عبارة عن أنها طاقة غير متجددة الآن كما ذكرنا نوكلير انرجي سورسز بروديوز اهيوج امونت اوف انرجي كمية هائلة كمية هائلة يعني مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى كمية هائلة من الطاقة كما سنرى لاحقا في حساباتنا لكنها تحتاج إلى ادفانس تكنولوجي إذا بدنا نولد هذه الطاقة نحتاج إلى ادفانس تكنولوجي الآن ذي نوكلير انرجي يوز تو ميك ووتر ستيم ذات يوز تو جونيريت إلكتريسيتي وسنرى لاحقا في بعض الصور أنه كيف يمكن استغلال الطاقة النووية طبعا الطاقة النووية طاقة خطيرة جدا لأنها تحتوي على إشعاعات نووية قاتلة ليست ضارة فقط وإنما قاتلة كيف استطيع استغلال هذه الطاقة النووية عن طريق الماء الذي يقوم على تبريد المفاعل النووي وهذا الماء ضروري جدا لتبريد المفاعل وإلا سيحدث انفجار وخلل وتسرب الإشعاعات النووية من هذا المفاعل كما حدث في مفاعل شرنوفل سابقا الآن هذا الماء الذي يقوم على تبريد المفاعل ستصل درجة حرارته إلى درجات حرارة عالية جدا بالآلاف وسيتحول إلى بخار وهذا البخار ذو ضغط عالي جدا يندفع إلى الخارج فنقوم على تبريد هذا البخار عن طريق خزانات مياه أخرى خزانات مياه باردة أخرى فتنتقل الحرارة من المفاعل النووي عن طريق هذه المياه إلى الخزانات فتتحول المياه في هذه الخزانات إلى بخار أيضا ذو ضغط مرتفع جدا ويعود البخار في الأنابيب التي حملت الحرارة من داخل المفاعل إلى ماء ثاني مرة ويعاد ضخه داخل المفاعل من أجل أن ينقل الحرارة مرة أخرى فالماء الذي يدخل المفاعل لا يمكن أن يتسرب إلى الخارج لأنه إذا تسرب إلى الخارج يمكن أن يحتوي على بعض إشعاعات فهكذا يمكن نقل الحرارة والطاقة من داخل المفاعلات النووية ومن داخل الأماكن التي تجري فيها التفاعلات النووية إلى الخارج الآن النوكليار النوكليار انرجي في التفاعل النووي اللي هو منتج للطاقة كيف يتم إنتاج الطاقة؟ يتم إنتاج الطاقة عن طريق تحويل جزء من الكتلة تحويل جزء من الكتلة إلى طاقة وتحويل الكتلة إلى طاقة أول من قام باشتقاق علاقة تبين كمية الطاقة المتحولة من الكتلة اللي هو العالم آينشتاين حيث توصل آينشتاين إلى أنه يمكن أن تتحول أو يتحول جزء من الكتلة الكتلة التي تقاس بالكيلوغرام يمكن أن تحول إلى طاقة وكمية الطاقة الناتجة من تحول جزء دلتا أم من الكتلة إلى طاقة يساوي دلتا أم مضروبة في سي تربيح حيث أن سي سرعة الضوء فلاحظوا سي تربيح كمية الطاقة هائلة جدا ناتجة عن تحول تحول جزء بسيط من الكتلة إلى طاقة بمعنى آخر أن الكتلة تفنى وتتحول إلى طاقة لاحظوا أنها مضروبة في سي تربيح وسي رقم كبير هو عبارة عن ثلاث ضرب عشر قوة تسعة لما تربع تطلع تسعة ضرب عشر قوة ثمانطعش ثمانطعش متر تربيح لكل ثانية تربيح رقم كبير حقيقة الآن قبل لا ندخل إلى حساب كمية الطاقة الناشئة عن التفاعل يجب أن نتعرف إلى مكونات النواة ما هي مكونات النواة والتي يتم إنتاج الطاقة من خلالها مكونات النواة يرمز للنواة عادة بالرمز X وهذا الرمز وهو رمز النواة يجب أن يرفق معه بعض الأرقام النووية بعض الأرقام النووية مثل أهمها الأي اللي هو عبارة عن الماس نمبر الماس نمبر وأكيد اللي أخذوا فيزا نووية سمعوا بما هو الماس نمبر الماس نمبر هو عبارة عن عدد البروتونات الموجودة في النواة زائد عدد النيوترونات الموجودة في النواة أيضا الزد وهو أقل أهمية من الأي والذي يمثل الأتوميك نمبر وهو يمثل عدد البروتونات في النواة عدد البروتونات أو الجسيمات المشحونة الموجبة داخل النواة والن إذا كتبنا أو ما كتبنا لن يؤثر لأنه نستطيع أن نحسبهم من خلال علاقة الآي والزي الآن تمثل عدد النيوترونات داخل هذه النواة لاحظوا أن مثال كاليسيوم 42 42 22 هو عبارة عن العدد الكتلي 20 هو عبارة عن العدد الذري بمعنى آخرى هذه النواة تحتوي على 20 نيوترون طيب كم عدد 20 بروتون كم عدد النيوترونات عدد النيوترونات نستطيع أن نحسبها من خلال الماس نمبر الماس نمبر للأي هو عبارة عن زد هايها زد زائد زائد عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات فلذلك راي يطلع عدد النيوترونات هو عبارة عن 42 ناقص 20 ونساوي 22 نيوترون 22 نيوترون طيب أيضا قبل لا نبدأ بحسابات الطاقة النووية يجب أن نتعرف على أن النوكلايد النوكلايد اللي هي النوية النوية مكونة من عدد أي من النوكليونز البروتونات والنيوترونات داخل النوة تسمى نوكليونز بغض النظر عن شحنتها عن كتلتها تسمى نوكليونز نوكليونز عبارة عن بروتونات وهذه البروتونات أنا ضغطتها إلى مسافة قريبة جدا جدا ونحن نعلم كلما نقصت المسافة بين الشحنات الكهربائية تزداد قوة التجاذب أو التنافر في هذه الحالة هي عبارة عن تنافر بين البروتونات فلذلك ستكون قوة التنافر كبيرة جدا جدا ومع أن قوة التنافر الكهربائية كبيرة جدا جدا إلا أن هذه النواء متماسكة بكل مكوناتها بكل مكوناتها فلذلك ما الذي يربط هذه الجسيمات بعضها ببعض مع أنه في قوة قوة التنافر هي عبارة عن القوة النووية القوية وهي أكبر بكثير من القوة الكهربائية أكبر بكثير الآن القوة الكهربائية التي هي تربط بين جزيئات المولوكيولز كما رأينا سابقا في المحاضرة السابقة الميثانول الميثانول مكون من ست ذرات هيدروجين ذرة أكسجين وذرتين كربون شو اللي يربط الكربون بالهايدروجين شو اللي يربط الأكسجين بالكربون ويربطه بالهايدروجين اللي يربطه هي عبارة عن روابط تساهمية أصل هذه الروابط التساهمية هي عبارة عن روابط كهربائية فلذلك عند حرق الوقود الأحفوري نحن نقوم بتكسير الروابط الكهربائية وتشكيل روابط أخرى الآن هذه الروابط الأخرى قد تكون طاقتها طاقتها تختلف عن طاقة المركب الأم والاختلاف في الطاقة في هذه الحالة إما أن يكون موجبا وإما أن يكون سالبا إذا كان موجب معناته أن هذا التفاعل وهذا الحرق منتج للطاقة فأنا قمت على تكسير روابط كهربائية وتكوين روابط كهربائية أخرى وحسبنا فارق الطاقة نفس العملية هنا لحساب الطاقة النووية يجب أن أحسب طاقة تكسير الروابط ما بين النوكليونز وتجميعها مرة أخرى ضمن النوال الجديدة ضمن النوال الجديدة فنحن نعلم أن هناك انشطار نووي اندماج نووي الانشطار النووي يقوم على قسم النوال الأم إلى قسمين أو أكثر الاندماج النووي هو عبارة عن أن ندمج نواتين مع بعضهما بعضا لتكوين نواة جديدة فلكيفية حساب هذه الطاقة رحين نستخدم قانون أينستين وقانون أينستين اللي هو عبارة عن mass energy relation يعتمد على الكتلة والذي يساوي M في C تربية لكن عندما نتحدث عن كتلة البروتون كتلة النيوترون هذه كتلة صغيرة جدا صغيرة جدا تقريبا هي عبارة عن 10 قوة ناقص 29 من الكيلوغرام وهكذا يعني كمية بسيطة جدا جدا فلذلك سنستخدم وحدات قياس أخرى للكتلة وهي عبارة عن الاتومكماس يونيت الاتومكماس يونيت اللي هي معدل معدل كتلة الكربون 12 لماذا الكربون 12 لأنه متواجد في الطبيعة بكثرة أيضا لديه 6 بروتونات و6 نيوترونات فلذلك الواحد AMU اللي هو عبارة عن أتومكماس يونيت تساوي 1 على 12 من كتلة الكربون ضمن الground state يعني ما عنده طاقة زائدة ضمن الground state واحدة عن 11 من كتلة الكربون تعطينا كتلة وحدة كتل ذرية طيب أيضا تقاس الكتل بوحدة ميجا إلكترون فولت لكل سي تربيع وهذا من هذا القانون اقسموا الآن هذه المعادلة اقسموه على سي تربيع راح تطلع عندك إي على سي تربيع تساوي M فإذن الام تقاس بالإي على سي تربيع الام تقاس بالميجا إلكترون فولت والسي تربيع بقيت كما هي فتطلع وحدات قياس الكتلة ام عفوا إلكترون فولت أو ميجا إلكترون فولت لكل سي تربيع طيب هذا الجدول يبين أهم الأهم الأنوية التي يمكن استخدامها في الحسابات الطاقة النووية ونبدأ بأولها اللي هو عبارة عن الإلكترون قديش كتلته كتلته صغيرة جدا جدا لكن بوحدة الام يو تطلع أيضا صغيرة 5.4 ضرب عشر قوة ناقص 4 لكن بوحدة الميجا إلكترون فولت لاحظوا أنه وصلت إلى 511 بالألف ميجا إلكترون فولت لكل سي تربيع لاحظوا البروتون لا يمكن استخدام كتلته بالكيلوغرام لكن يمكن استخدام كتلته بوحدة الكتل الذرية هي عبارة عن 1.027276 لاحظوا كتلة النيوترون 1.028665 فكل وحدة تختلف عن الأخرى لكن يمكن أيضا يقياسها بوحدة الميجا إلكترون فولت لكل سي تربيع وهي عبارة عن 938 ميجا إلكترون فولت النيوترون 939 وهناك جسيمات أخرى مثل النيوترون مثل الألفا بارتكا الآن للتحويل من وحدة كتل ذرية 1AMU إلى ميجا إلكترون فولت لكل سي تربيع نضرب بهذا الرقم اللي هو 931.512 ميجا إلكترون فولت طيب بعد أن تحدثنا عن الكتل سنتحدث عن التفاعل وكيفية حساب الطاقة الناشئة من هذا التفاعل الآن التفاعل النووي يا جماعة التفاعل النووي يحدث بوساطة أن نقذف الجسيمة تسمى الجسيم الهدف أو النواء الهدف بجسيم نووي آخر فالآن نوكلير ريأكشن كان أكور باي أكور باي بومباردين بومباردين إني أقذف بومباردين التارجت تي وهذا التارجت يوجولي فيكست تارجت يوجولي فيكست تارجت اللي هو مقذوف سميناه بي حسب ما يأتي الآن الهدف أو النواء الهدف أو النواء الهدف أو النواء الهدف سميناه نواء مرتدة لأنه ترتد نحو الخلف الآن هذا ريزيدوال نوكلياس ويمكن أن ينبعث جسيم آخر مثل بروتون نيوترون أو أشعة جاما هاي بنا نسميها بالمسمى إكس فالآن المعادلة هي عبارة عن بروجكتايل زائد تارجت قذفة على التارجت سيعطينا ريزيدوال نوكلياس زائد سمول بارتكال مثل بروتون نيوترون لماذا نقوم بعملية القذف عملية القذف هي تساعد على على اللي هو بدء التفاعل أيضا لأن هذه الأنوية سواء البروجكتايل المقذوف أو النواء الهدف اللي هو التارجت هي عبارة عن أنوية مشحونة بشحنة كهربائية موجبة فإذا لم نكسب البروجكتايل طاقة حركية بحيث يتغلب على قوة التنافر الكهربائية لن يحدث هذا التفاعل النواء فلذلك يجب أن يقذف البروجكتايل بطاقة مناسبة طاقة مناسبة عادة تحسب ضمن المختبرات تحتسب ضمن المختبرات بحيث أنه يتم يتم إنشاء التفاعل وإجراء التفاعل لإنتاج طاقة وإنتاج أنوية جديدة الآن لتمثيل هذا التفاعل بطريقة أخرى نمثله بهذا الصورة اللي هي عبارة عن التارجت قوسين بعدين الريزيديوال إذن خارج القوسين عبارة عن التارجت والريزيديوال نوكليس في الداخل عبارة عن المقذوف المقذوف اللي هو عبارة عن البروجكتايل وإكس الجسم الذي ينبعث من هذا التفاعل الآن لنأخر المثال على ذلك For example 14N bombarded by accelerated alpha particle قذفت بتسيمة ألفة مسارعة to give oxygen 17 and emitted a proton كيف أبدأ أكتب هذا التفاعل أكتب هذا التفاعل أولا البروجكتايل بالخارج اللي هي عبارة عن 14 نيوترون في الخارج أيضا من الجهة الأخرى اللي هو عبارة عن الريزيديوال نوكليس اللي هي النواة الناتجة وعادة تكون الطاقة الحركية لهذه النواة تأول إلى الصفر فأصبحت لدينا 17 oxygen برى القوس طيب داخل القوس هي عبارة عن البروجكتايل الألفة والجسيم الناشئ من هذا التفاعل اللي هو عبارة عن البي البروتون هذه صورة من صور التفاعل طيب الآن كيف يمكن حساب طاقة التفاعل طاقة التفاعل يا جماعة من energy conservation law طاقة المواد المتفاعلة يجب أن تساوي طاقة المواد الناتجة طاقة المواد المتفاعلة شو هي projectile and target تعطي residual nucleus زائد زائد غاما طيب لاحظوا يا جماعة الآن هذه المعادلة هذه الطاقات المواد المتفاعلة تساوي طاقات المواد الناتجة هذا القانون حفظ الطاقة طيب المواد المتفاعلة اللي هي عبارة عن البروجكتايل الطاقة الحركية للبروجكتايل اللي هي TP طيب الآن ما هذا التيرم هذا التيرم هو عبارة عن الطاقة المختزنة في الكتلة في كتلة البروجكتايل اللي هي عبارة عن mass of projectile ضرب C تربيع هاي الطاقة المختزنة داخل هذه الكتلة شو تساوي بالطرف عفوا زائد كتلة التارجت اللي هي النواة التارجت مضروبة في C تربيع اللي هي الكتلة المختزنة في التارجت ضرب اللي هي طاقتها الحركية للتارجت فبالعادة إن جنرال التارجت ما له طاقة حركية لأنه في وضع السكون في وضع السكون فلذلك T للتارجت تساوي صفر تساوي بالطرف الثاني الطرف الثاني بس يحدث التفاعل هذه الأنوية سوف ترتد منها النواة الريزيديوال وأيضا الجسيمة اللي يمكن أن ينبعث من هذا التفاعل فلذلك جميع الأجسام في هذا الحالة يجب أن تمتلك طاقة حركية هيا T ريزيديوال T للمغذوف عفوا للناتج X الآن أيضا من الطاقات اللي هي الطاقة المختزنة في الكتلة هنا والطاقة المختزنة في الكتلة هنا الآن ماذا يعرف الكيو فاليو اللي هي كمية الحرارة الناتجة أو التي نحتاج أن نزود بها العناصر من أجل أن تتفاعل هي عبارة عن كيو والتي تساوي مجموع عفوا والتي تساوي كتلة المواد كتلة المواد المتفاعلة ناقص كتلة المواد الناتجة ليش كتلة المواد المتفاعلة ناقص كتلة المواد الناتجة لأن كتلة المواد المتفاعلة على الأغلب على الأغلب راح تكون أكبر من كتلة المواد الناتجة وعلى الأغلب راح تكون عبارة عن عبارة عن الكيو عبارة عن موجبة موجبة بمعنى آخر أن هذا التفاعل منتج للطاقة الآن الكيو هي أيضا عبارة عن الطاقات الحركية للمواد المتفاعل والناتجة فهي عبارة عن طاقة الريزيديول زائد طاقة الجسيم اللي انبعث اللي هي مثل المثال السابق وهو عبارة عن بروتون ناقص طاقة البروجيكتايل ليش ناقص طاقة البروجيكتايل أنا بدي أشوف الطاقة الناتجة هل تساوي طاقة البروجيكتايل هل هي أكبر منها هل هي أقل منها فالآن إذا طلعت نتيجة الكيو هي عبارة عن نتيجة سالبة شو راح يطلع التفاعل يطلع التفاعل اندو ايرجيك اندو ايرجيك بمعنى آخر هذا ممتص للطاقة يمتص الطاقة والطاقة التي ينتجها لا تساوي الطاقة التي استخدمناها لبدء التفاعل فلذلك الطاقة أو الكيو فاليو راح تكون بالسالب الآن راح تطلع لك مثلا الكيو فاليو سالب مثلا 15 ميجا إلكترون فورت مثلا 15 ميجا إلكترون فورت شو معناته؟ معناته أنا إذا زودت هذا التفاعل بطاقة راح ترجع لي الطاقة التي زودتها إياها لكن بأقل بـ 15 ميجا إلكترون فورت على الأغلب نحن في فيزياء الطاقة نبحث عن الكيو فاليو أن تكون بوزيتف هذا التفاعل يسمى إكسو إيرجيك إكسو إيرجيك ري أكشن أو إكسو ثيرمال إكسو ثيرمال ري أكشن الآن هذا الإكسو ثيرميك ري أكشن هو المطلوب في فيزياء الطاقة الآن هذا التفاعل صحيح أنه يحتاج طاقة لكن سيولي الطاقة أكبر بكثير من الطاقة التي تحتاجها في البداية طيب نتوقف عند هذا السلايد وسنغطي باقي المادة لإنتاج الطاقة النووية والحسابات وغيرها في المحاضرة القادمة بعون الله أعطيكم العافية ببتكي وشيئ أخور